اشتركوا في القناة في وصية الله للأولين والآخرين من خلقه وهي كذلك وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا الوصية بتقوى الله عز وجل في خطبه ومواعظه وتعليمه لأمته صلوات الله وسلامه عليه وقد كانت التقوى وهي وصية السلف فيما بينهم فكثيرا ما كانوا يتواصون بتقوى الله تبارك وتعالى يوصي بعضهم بعضا بذلك ويربون أبناءهم على تقوى الله وملازمة تقواه سبحانه وتعالى قال مرة الرجل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له رجل اتق الله قال عمر لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نقبلها وتأمل قوله لا خير فيكم إذا لم تقولوها إذا لم يكن هناك دعوة وصية بتقوى الله عز وجل وتواصي على تقوى الله وعناية بتقوى الله جل وعلا فإن الخيرية في الناس تذهب فالخيرية وبقاؤها وجودها في الناس إنما يكون بملازمة الناس لتقوى الله عز وجل ولكي تنتشر التقوى بينهم لابد من التواصي بها ولهذا أوصى الله بها في كتابه وأوصى بها رسوله عليه الصلاة والسلام بها في سنته وكذلك هي كانت وصية السلف الصالح فيما بينهم والتقوى هي أن تجعل بينك وبين ما تخشى وقاية تقيه وإذا كنت تخشى شديد عقاب الله تبارك وتعالى وأليم عذابه فاجعل شيئا يقيكا من ذلك إذن قوله جل وعلا واعلموا أن الله شديد شديد العقاب هذا يربيك على التقوى لأنك إذا علمت وقر في نفسك أن الله تبارك وتعالى شديد العقاب فإن فإنك ستمتنع وتبتعد وتحذر من الأمور التي ينال بها عقاب الله تبارك وتعالى وهذه تقوى الله تقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من عقاب الله وقاية تقيك هذه حقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من عقاب الله وقاية تقيك لأن التقوى ما يتقى به ما يتقى به فإذا كنت تخشى عقاب الله وتخشى عذاب الله وهذا الأمر متمكن من قلبك فإنك ستجعل بينك وبين عقابه ما يقيك من هذا العقاب ولهذا لاحظ قال واتقوا الله واعلموا أن الله سديد العقاب وإذا قال قائل ما هو الذي يعين على التقوى ما الذي يعين العبد على التقوى وعلى تحقيقها في نفسه يقال له يعين على التقوى أمور عديدة منها أن تعلم أن الله شديد العقاب منها أن تعلم أن الله شديد العقاب فإذا علمت وقر في نفسك أن الله شديد العقاب فهذا الإيمان وهذا العلم يحرك في قلبك البعد عن مواقع سخطه سبحانه عن الأمور التي ينال بها عقابه سبحانه وتعالى فلاحظ قوله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب يربي على التقوى والعناية بها فإذا نظرت في قوله جل وعلا وتزودوا فإن خلال